اشتركوا في القناة براءة من الله ورسولي إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخذي الكافرين وأذان من الله ورسولي إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقسوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحسروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله أفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكونوا للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستكيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسل الآيات لكوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينترون ألا تكاتلون كوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي سدور قوم مؤمنين ويذهب غيث قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتاخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سكاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله والله لا يهدي الكوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مكيم قال دين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتاخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشونك سادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي الكون الفاسقين لقد نسركم الله في مواتن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا حتى يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النشار المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يُضاهِعون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أَنَّا يُؤْفَكُونَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ ذُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بِنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَىً وَاحِدًا لا إله إلا هو سبحانه عما يُشرِكُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُتْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُمْ وَلَوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والوهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ليأكلون أموال الناس بالباطل ويسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِظَّةَ وَلَا يُنْفِكُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوكُمَا كُنتُمْ تَقْنِزُونَ إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً واعلموا أن الله مع المتقين إن من نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليُعَطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْكَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ اُنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاكَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلَ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ كَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوا شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلَّا تَنْسُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيَنِيَ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُوا لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَاجْعَلَ كَرِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا الصُّفْلَا وَاجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا الصُّفْلَاءَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَاءَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إنفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرذاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثاً فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما ذاتكم إلا خبالاً ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظال أمر الله وهم كارهون ومن من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سكتوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تسبك حسنة تسؤهم وإن تسبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يسيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربسون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربس بكم أن يسيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربسوا إلا معكم متربسون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهك أنفسهم وهم كافرون ويحرفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مداخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلذمك في الصدقات فإن أعطوا منها ردوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم ردوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إننا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يعذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يعذون رسول الله لهم عذاب أليم يحرفون بالله لكم ليردوكم والله ورسوله أحق أن يردوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادذ الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخذي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخود ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافكات بعضهم من بعد يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافكات والكفار نار جهنم قالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مكيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاكهم فاستمتعتم بخلاككم كما استمتع الذين من قبلكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاكهم وخدتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمال في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعدهم أولياء بعد يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويكيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن وردوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِكِينَ وَغْلُذَ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَحْرِفُونَ بِاللَّهِ مَا كَالُوا وَلَقَدِ كَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَكَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الظَّنِيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَإِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصْدَّكَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعِرِدُونَ فَأَعْكَبَهُمْ نِفَاكًا فِي كُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْكَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِذُونَ الْمُتَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجْدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي الكوم الفاسقين فارح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قُلْ لَا رُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّا لَوْ كَانُوا يَفْكَهُونَ فَلِيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلِيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك للخروج فكن لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً إنكم رديتم بالقعود أول مرة فاكعدوا مع الخالفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبداً ولا تكم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتذهك أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أول الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وتبع على قلوبهم فهم لا يفتهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيسيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الدعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفكون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيدوا من الدمع حزنا تفيدوا من الدمع حزنا ألا يجيدوا ما ينفكون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرض عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن الكم الفاسكين الأعراب أشد كفراً ونفاكاً وأجدر أن لا يعلم حدوداً ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفك مغرماً ويتربس بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سبيع عليم ومن الأعراب من يؤمنوا بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفك قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم وردوا عنه رضي الله عنهم وردوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافكون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بظنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله وآخر سيئاً عسى الله وأن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصلِّ عليهم إن الصلاتك سكنٌ لهم والله سميعٌ عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجداً دراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبله وليحرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تكون فيه أبداً لمسجد الأسس على التكوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على التكوى من الله وردوان خير أمن أسس بنيانه على شفاجر في انهار على شفاجر في انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي الكم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تكطع قلوبهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهو عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إيام فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليدل كوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريك منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجى من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يسيبهم ضمأ ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موتئا يغيذ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يديع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبرة ولا يقطعون واضيا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفكهوا في الدين ولينذروا كومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُرَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِي إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُرَةُ النَّظَرَ بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدٍ هَلِ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّنْ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ كَوْمٌ لَا يَفْكَوُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَادَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سَادَكَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سَادَكُمْ بَجَاً مَنْتُمْ سَادَكَ بَجَاً تَوْل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر